الى ذلك كدعنا دم رجال العمال البحرينيين ان الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين ستشهد تطورا كبيرا في ظل المقاومات الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان حضرنا اليوم مدد الأعمال البحريني التركمستاني اللي طبعا هو جاء على هامش زيارة جلعة ملك على حفظة الى تركمستان وهو الدافع الاول اللي يعطي لك الطاع الخاص الاستثمار بالنسبة الى استثمارات الخارجية الموجودة اللي نحن في البحرين هناك طبعا كان فيناك موجود نوع من الاستعراض اللي قدمه وزير التجارة التركمستاني الى جانب وزير التجارة البحريني الى جانب ان كان هناك موجود نوع من المعلومات اللي قدمت عن طريق الوزراء اخرين بالنسبة الى الطاقة الى النفط والغاز هناك فعلا في فرص موجودة للاستثمار بالنسبة الى رجل الأعمال البحريني والذي فعلا يهدف الى نوع من تحقيق الغاية المهمة من خلال زيارة جلعة ملك حفظ الله المنتدى كان ناجح بكل المقاييس الجانب التركمانستاني بصراحة رتب منتدى ناجح واستعرض جميع الفرص اللي موجودة في تركمانستان وايضا البحرين استعرضت جميع الفرص الموجودة تبادل الخبرات والثقافات التجارية شي جدا مهم احنا من جانبنا نطمح الى تواجد تبادل التجاري في الخضروات والفواكه خطوة مباركة من جلالة الملك نجيب مع وفد تجاري لتبادل الفرص التجارية بين تركمانستان والبحرين فاحنا عندنا خبرات كثيرة في البتروكميكل والاويل وكذلك البانكينج فهذه فرصة لتبادل الخبرات معهم ورجال اعمال يستطيعون يعني يلقون فرص للاستثمار هنا وكذلك نفس الشيء رجال اعمال من تركمانستان يلتقون بعد رجال اعمال بحرين يمكن بعد يجون يستقطبهم ان يستثمرون في البحرين اقدم الشرك الجزيل لجارات الملك والحكومة الموقرة لدعم القطاع الخاص في هالزيارة التاريخية الاولى لتركمانستان اعتقد ان في مجال كبير لعمل استثمار بين البحرين وبين تركمانستان في عدة مجالات في البتروكميكل في الاغذية في الاستثمار التجاري والعقارات اعتقد ففيه فرصة كبيرة جدا للقطاع الخاص ان يقوم باعمال كثيرة في هالبلد هذه الزيارة اللي نقوم فيها هي ترجمة العلاقات البحرينية تركمستانية اللي جلات الملك شخصيا يحرص عليها والله هو بيترأس هذا الوفد ان شاء الله فطبعا اليوم تم توقيع عدة اتفاقيات تعاون ما بيننا ما بينهم هذه الاتفاقيات تترجم انه بيكون في شركات تنشأ مشتركة لمصلحة البحرين البحرين تمتلك خبرة كبيرة في مجال الغاز واستخراجه والنفط وبالتالي استثمارات البحرين في تركمستان راح يكون لها الاثر الكبير لما تملك البحرين من خبرة في هذا المجال هي في الحقيقة يعني بالنسبة لنا فكرة جديدة زياراتنا حق ترستان فهي بلد صراحة فيها اشوف ان فيها مجال لتبادل الافكار في جميع القطاعات طبعا عندهم صناعات جيدة في المواد الاغذية هم معروفين في القاس والايل فيلد والشغلات هذه لكن بشكل عام احنا نشوف انه من ناحية القطاع العقاري والعمران هناك في عندهم طفرة عمرانية كبيرة صراحة طريقة العمران عندهم بتصميم غريب ومتسلسل نقدر احنا نشارك في بعض الافكار اللي يعني ممكن ومثل ما تعرف في عندهم مواد بناء كثيرة ممكن انه تصير فين تبادل بين البلدين وعلى هامش اعمال منتدى الاعمال البحرينية تركومانستاني قام وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين بالمشاركة في معرض اعضاء اتحاد الصناعيين ورواد الاعمال التركومانستانيين الذي قيم بمقر غرفة تركومانستان بمناسبة مرور 11 عاما على انشاء الاتحاد حيث قام الوفد الاقتصادي بجولة في ارجاء المعرض اطلع خلالها على ابرز ما يميز الجمهورية الشقيقة من فرص صناعية ومشاريع اقتصادية تشكل فرصة استثمارية متميزة لرجال الاعمال البحرينين وقد قام رئيس الغرفة التركومانستاني بتقديم شرح لوفد رجال الاعمال البحريني حول ابرز ما يتميز به المعرض من منتجات وتاريخ اتحاد الصناعيين ورواد الاعمال التركومانستانيين ترجمة نانسي قنقر